موسيقى السلام عليكم كيف حالكم شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنشوف كيف نسوي Class 4 Risen Based Composite Restoration اول شي احنا هنا we're going to simulate انو patient جاء السن حقته مكسورة فلما يجي كده السن مكسورة احنا the preparation we do is remove anything sharp or anything or any enamel unsupportive طيب لما يكون عندي areas sharp او ragged كده يعني ما هي ناعمة نناعمها ونعمل لها roundation ب flame shaped diamond points اللي لونه ازرق اللي هو حق ال cutting اوكي so what do we do we smooth anything sharp اوكي anything unsupported نشيلو بعد كده نسوي Bevel والBevel نعملوه برضو بال diamond point اللي لونه ازرق طيب عشانه حق cutting نسوي Bevel on the facial surface هنا ممكن برضو نسوي Bevel on the lingual surface because it is not a high stress bearing area وكيف نعرف is the area is a high stress bearing ولا لا انه when we include our teeth together يعني نطبق اسنانا على بعضها نشوف اذا سنة خطة على السورفس اللي احنا مفروض نعمل فيه restoration يعني هادي it's a high stress bearing area فالlower interiors it's not a high stress bearing area فممكن نعمل Beveling لل lingual surfaces ايش الهدف الاساسي من ال Beveling اول شيء السبب الرئيسي هو enhancing retention كيف؟ by exposing the enamel rod ends انا ازود surface area for bonding فيعني انا ازود ال retention واذا تفتكروا في محاضرات principles of cavity preparation Beveling is one of the secondary means of retention السبب الثاني for Beveling is enhancing aesthetics يعني انه by doing the bevel حيصير عندي a better blending من the tooth structure على restoration او العكس فما يبان انه في like a marked خط كده او خط فاصل بين السنة والrestoration لا يبين لي انه في زي تموج بين السنة والrestoration يعني يعطيني visual blending يعني مثال زي الرملة والبحر لما تروحوا على شط البحر هيكون فيه رملة كتير بعدين تخف تخف تقول الين ايجي الموية او ايجي البحر طيب بعد كده البحر بالعكس يعني عند جو البحر هيكون كتير بس الين فوق الرملة يكون الطبقة خفيفة فالحتة دي اللي التداخل بين الرملة والبحر هذه هي ما يبان عندنا مرة خط فاصل بين البحر والرملة يكون لا فيه زي تموج فهذه هي الفكرة من البحر انه يصير عندي تموج فيصير عندي فيصير عندي فما يصير تبان انه انا عندي ريستوريشن بزاد في الانتيريار تيث طيب كيف حنسوي البحر؟ نعمل بفلنج 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 كل ما كبر عندي الليجين أو بفلنج أو عندي بفلنج كل ما كانت أكبر كل ما لازم أعمل البفل يكون أكبر احنا عندنا القاعدة انه بفلنج لما يكون عندي انامل فإذا ما عندي انامل فأنا لا انامل لأنني انامل وإذا كان عندي ما أسوي بفلنج عشان ما يكون وصلة مرة نحيفة من البحرنج وبعد كده ممكن تتكسر على القاعدة لا انامل لا بفلنج انامل لا بفلنج عشان كده في الفيديوهات اللي قبل حقت class 3 we did not bevel عشان كان الclass 3 on the palatal surface which is a high stress bearing area وفي فيديو how to prepare a class 4 cavity preparation when it is simulating a fractured tooth وليش احنا بنسوي simulation لفractured tooth عشان غالبا غالبا الclass 4 اللي حتشفوها في الكلينيك غالبا تكون due to fracture إذا كانت due to caries حيكون شكل هذيك إنها class 3 that extended to the incisal edge فدحينا هنا خلاص the cavity is prepared and we can see how the bevel is prepared ما في ولا شيء sharp facially or lingually ودحينا حنبدأ الرستوريشن وفي فيديو مخصوص ونظر كل الـ رسم باس composite preparation and restoration طب أول خطوة في restoration إنه we have to place a celluloid matrix strip وي contour it زي ما قولنا في فيديوهات قبل كده وي contour it بعد كده وي place the wedge ونتأكد طبعا برضو زي ما قولنا في فيديوهات قبل كده إنه يكون المايلر strip above the margins of the restoration اللي حنسويها طبنا we're going to apply the adhesive system هين حنستخدم the one-step self-etch technique using the selective edge technique فأول خطوة we're going to apply the acid edge around all of the enamel margins okay including كل الـ area حجة البفل اللي عملناها from the facial and the lingual surface ولازم نتأكد إنه محطوط مزبوط في كل الـ parts of the cavity حقتنا هنا شايفين لازم نتأكد إنه محطوط في الكورنر المزبوط we're going to leave it according to the manufacturing instructions بعد كده we're going to wash it away okay وزي ما قولنا نخلى the high volume suction جنبنا عشان إشفط كل ال acid edge وما يجي على ال patient حتى بوجود ال rubber dump بعد كده we're going to apply intermittent air pressure بعد كده بعد كده we're going to apply the self-etch adhesive system around all the cavity okay حتى على ال bevel okay so يسير ال acid edge والbonding system لازم it has to be applied على ال level عشان حنحط هناك a composite بعد كده بعد كده we apply gentle air pressure we apply gentle air عشان نخففه وي spread it everywhere وعشان to evaporate the solvent بعد كده ممكن زي ما سوينا في class 3 إنه نمسك the tip of the explorer وبس نمشي حوالينا السنة بس عشان البonding ما يلصك في الميلر strip بعد ما سوي during بعد كده بعد كده we're going to light cure according to the manufacturing instructions from the facial and lingual surfaces بعد كده we're going to apply the first layer of a composite increment إحنا هنا هنستخدم free hand technique اوك إيش يعني free hand يعني إحنا هنحطه ونشكله بيدنا ما هنستخدم index ولا نستخدم أي مثلا crown former or anything ف we're going to use the neighboring tooth as a reference okay ف we have to make sure أنه the composite increment is properly adapted خصوصا من الناحية اللي هي جنب الميلر strip عشان ما يحصل عندي غاب هنا بالذات عشان ما يحصل عندي غاب اوك فنبدأ نشكله and apply the layer طيب بس مرة مهم في class 4 وإحنا بنسوي illustration إنه نطل فيها من كل الجهات يعني نطل من facial من proximal ومن lingual surface وإحنا بنحط اللير عشان ما يطلع bulky من حتة و quays من حتة ثانية يعني إذا ركزنا مثلا بس facially ممكن lingually أو proximally تلاقوه مرة يصير bulky فشايفين كده نتأكد إنه it is proper سنحتاج نعدل أي شيء نعدله وزي ما قلنا نفس القاعدة we do the best possible قبل ما نعمل الكورين سنحتاج نعدل أي شيء نعدله وزي ما قلنا نفس القاعدة شايفين هنا دي الحتة لازم نتأكد إنه داخل the composite proximally فيها مصبوط كان فيه gap من أول okay class 4 can take a little bit time خصوصا if you're using the free hand technique وبرضو تحط الكومبوزت على البفل بعد كده we're going to light cure this increment we're going to cure from the labial and from the lingual surfaces بعد كده we're going to apply the following increment okay okay here the best tool to use is the plastic filling instrument عشان نقدر كده نتطب على السنة نمسد عليها عشان نخليه smooth okay we can properly adapt with it lingually we can use a bowl burnisher عشان نزبط the contour on the lingual surface okay نفس الحركة class 2 and class 3 نشيل ال excess proximally using the tip of the explorer help add 45 degrees شايفين هنا the incisal edge عشان نسويها نمسك the plastic filling instrument horizontally عشان نساويها بالسنة اللي جنبها بعد كده نضبط proximally ونكمل adaptation and contouring facially proximally incisally and lingually بعد كده بردو نكمل نشيل ال excess proximally using the tip of the explorer held at 45 degrees نكمل ال contouring and adaptation using the neighboring tooth as a guide بعد كده حنعمل the life curing the layer بعد كده we go to apply the final increment هنضبطها وخلاص يكون هذا الشكل النهائي نرجع نتأكد facially ممتازة proximally ما فيش excess وانه كل الجابس مقفلة ونتأكد برضو lingually ما فيش any excess ممتازة وطبعا كمان incisally و الانسائزة الانجل لازم نتأكد انها تكون as perfect as possible طيب 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 ممكن زي ما شفنا في واحد من فيديوهات كلاس 3 نستطيع الامجل ميلا ميلا وطيب ثم نتأكد وطيب بس كما قلت لكم قبل كده لا احبار تكنيك عشان ممكن يخرب الشكل اللي احنا عملنا فاذا حتستخدموا تكنيك تحتاج التكنيك مرة تنتبه مظبوط انه ما يخرب الشكل حقنا ما يكون في نكسس وما يخرب برضو فاشيلي فلازم يتمسك السيليلويد ميتريكس مرة مظبوط ولكن زي ما قلت لكم انا لا احبار هذه التكنيك بس يمكنك تحديد التكنيكات ونرى ماذا يعمل باستخدامك وزي ما قلنا قبل الهدف من انه تضع ميلا على ميلا انه تضع ميلا تضع ميلا بس 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 احنا هاد الليئر نقدر نشيلها بكل سهولة وقت الفينيش بعد كده نستطيع السيليلويد متريكس وماذا ونبدأ التكنيكات هنا اول خطوة في الفينيشين باستخدام نستطيع عشان نشيل الفلاشز انتر باستخدامك اللي هي بس الزيادات البسيطة من البوندين او من الكمبوزيت الزايد إذا كان قليل إذا كان كتير ما حيتشال مظبوط بالنبر 12 بلايد بعد كده حنبدأ الفينيشينج باستخدامك 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 زي ما قلنا في فيديو قبل نبدأ باللون الغامق بعد كده نروح للي افتح وافتح وافتح هنا عندنا شوية اكسس زيادة فبدأنا باللون الغامق باغمق لون شايفين هنا كافي اكسس كافي فلاشز اذا كان لن نستمر باستخدامك اللي هو اكتر واحد خشل اغمق لون اغمق لون ويوجد اكتر واحد خشل على اني ناعم السورفز وزي ما قلنا دايمن دايمن لازم في الفينيشن والفينيشنج والفينيشنج بس هنا ما استخدامنا بس هنا ما استخدامنا فور recording purposes اذا ما استخدمت يكون لسه السورفز ما هو ناعم وخشن طيب بعد كده نروح لللون اللي وراه اللي هو افتح على طول الدرجة وراه شايفين ويوز فايري لايت ستروك هنا اذا ابن ظبق انسيز لي شايفين فايري لايت ستروك كده استخدامنا والفينيشنج ديسك هم المفتح تفايري انه مستخدم عشان الدسك تقدر تحطوها في اي مكان وتقدر تكنعموا بها اي سورفز بعد كده رحنا باللون اللي افتح بس زي ما احنا شايفين هنا في حتة لسه ابقالها كان تتنعم زيادة فلما يكون في حتة زي كده بقالها تتنعم زيادة نرجع باللون اللي اغمك وبعدين نروح لللي افتح منها وطبعا كمانا انسيز لي اكي 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 عشان نساوي الانسيز ال اتش ويوز ازا قايد اكي ولازم ننتبه انه نعمل كل شي نخليه راوندد عشان ما يحصل عندي كده ال اتش ويكون حتة عريضة فاصير we continue rounding using the finishing disks إذا كان شوية رف أو شوية في إكسس We can use the football diamond point بعد كده نشيك بالفلس نتأكد أنه we hear the sound of success أنه يكون عندي contact برضو نتأكد أنه ما عندي any overhang إذا فيه overhang أو في حتة رف نستخدم the finishing strips ندخلها and use it in an S motion or a sewing motion بس عشان ننععم الحتة الخشنة وإحنا زيح ما لنا شايفين هنا فيه corner صغير كده إبقالنا بس إنه نشيله وننععمه We use it very gently وما نستخدمه كتير عشان ما نطير ال contact حقتنا فسوينا بحتة الفينيشينج حينا نروح بحتة البوليشينج ونكمل التنعيم بعد كده نرجع نتأكد بالdental explorer إنه كل المارجنز are smooth وما عندي any overhang بعد كده we're going to polish the surface using rubber points هنا استخدمنا شكل الدسك أو الويل بس ننععمها بس ننعمها بس ننعمها أو نستخدم الpolishing rubber points facially and lingually وزي ما قلنا لازم نستخدم water coolant وإحنا بنعمل الpolishing process بعد ما نخلص نرجع نتأكد بالdental explorer مرة تانية نمشي على الرسطوريشن وعلى السنة المفروض يكون مرة سين لسلي يمشي الdental explorer الشي يعني يعني إنه من الرسطوريشن على السنة أو من السنة على الرسطوريشن ما يعلق في ولا حتة ولا حتة ولا حتة يكون فيها ditch ولا gap ولا excess ونرجع نطل بالمرر all over the restoration نتأكد إنه ما يكون عندي any excess لا facial ولا lingually ولا interproximally ونشوف شكلها compared للneighbring إنه نتأكد إنها شكلها مناسب وملائم وشبه الneighbring أو شبه نفس السنة من الجهة الثانية بعد كده نشيك بالفلس نتأكد إنه we hear the sound of success إنه يكون عندي contact ونتأكد إنه ما في overhang بعد كده we're going to check occlusion فإحنا في هذا الفيديو شفنا how to restore a class 4 fractured tooth using the free hand technique thank you very much and see you in the next video ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر